وبالذات حسين الشحات اللي مجاش الشوط الاولاني غير في انفراض انفراض تام بين التلات خشبات يعني الجون ستة متر يعني دقت عليك بتحطها في رجل عواد حاجة غريبة وحاجة عجيبة وحاجة مستفزة من لعب النادي الاهل ولكن زي ما بقول لحضراتكم مدام ما فيش تدخل من المدير الفني ان اللاعب اللي يتخازل واللي يضيع مجهوده واللي يضيع مجهود زميله في الاستهتار بالقراط والاهداف امام المرمة ما تتكلمش عليه سيبه يعمل اللي هو عايزه ولكن هنا المشكلة مش مشكلة مباراة النادي الاهلي الشوط الاولاني بكل اخلاص وبكل تفاصيل الاهل يستحق الشوط الاولاني يطلع 4-0 اهداف مؤكدة واهداف صحيحة مليون المية هنتكلم على كل حاجة بالتفصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن نهاية السوبر المصري اللي انتهى منذ لحظات قليلة هنتكلم فيها على اخطاء النادي الاهلي واخطاء مارسل كولر وازاي الحظ الحظ نادي المحظيز نادي الزمالك كان معها الحظ والفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم محمد عوال هنتكلم بالبداية الشناوي في حراسة المرمة الاهلي بدأ بتشكيلة 4-2-3-1 الشناوي في حراسة المرمة لعب باربعة في خط الظهر اكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر ابراهيم اللي عليه علامات استفهام كبيرة ويحيى عطية طلاله كان متقلق في الشوت الاولاني لعب بثنين وسط ميدان احمد نبيل كوكا ومروان عطية لعب بتلاتة في الخط الامامي طاهر محمد طاهر وامام عشور وحسين الشحات اللي عليه كلام كبير ايضا ولعب بوسام ابو علي الشناوي معلهوش كلام كتير جدا ولكن واكرم توفيق متقلق خصوصا في الشوت الاولاني بغض النظر عن النتيجة وبغض النظر عن المكسب او الخسارة ولكن اكرم توفيق اجماعة قافل الجنب اليمين ضبه ومفتاح رامي ربيعة اللي محتاج يريح رامي ربيعة الحقيقة محتاج يريح لان رامي ربيعة ايه الحقيقة يعني مستواه بدأ ينزل لان طبعا عليه ضغط كبير جدا مباريات في الفترة الاخيرة خصوصا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي ياسر ابراهيم اللي عليه كلام كبير جدا بتمنى ان ياسر ابراهيم يرجح حساباته لانه عنده فردتين تقال اوي وهم مستنيين الفرصة اللي هم اشرف داري ويوسف ايمن حافظ ياسر ابراهيم لو ما فأش نفسه وعدل من نفسه ورجع لمستواه اللي كان في بطولة كاس العلم للاندية لو تفتكروا في الهلال لما كسبنا الهلال اربعة صفر صدقوني ياسر ابراهيم مش هيكون ليه مكان في تشكيلة النادي الاهلي خصوصا اللي انت عندك فردتين تقال اشرف داري يرجع بعد الاصابة يعني حافظ مكانه مليون في المين كمان يوسف ايمن صدقوني لو اخذ الفرصة يوسف ايمن مش طالع من ارضية الملعب لانه لعب كرته عالية اوي 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 كرته عالية جدا جدا يحيي عطية الله اللي بيحاول على قد ما يقدر انه هو يعني يصحح اخطاء البطولة الماضية بطولة السوبر الافريقي واهضاره لراكلة جزاء وتسببه تسببه في هدف التعادل لنادي الزمالك اللي جابه ناصر بيه منزي اللي بيشبه نفسه بيه ليفندوفيسكي فيحيي عطية الله الحقيقة خصوصا في الشوت الاولاني عمل مباراة كبيرة 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 جدا وكان صاحب تزديدة ولا اروع في الربع الاول من الشوت الاولاني وجات في العرض عواد ما يقدرش يعمل لها اي حاجة للأسف الشديد ما كانش معه توفيق ما كانش معه حظ نهائي احمد نبيل كوكا اللي احنا محسناش بغياب وسط ميدان النادي الاهلي ولكن احنا وسط الميدان بذات هنتكلم عليه لما نرجع للعيبة الاحتياطية احمد نبيل كوكا عمل مباراة جميلة جميلة جدا وبيلعب السهل الممتنع في غياب اجنحة النادي الاهلي الهجومية في غياب طاهر وفي غياب الشحات احمد نبيل كوكا بيلعب السهل الممتنع كمان مروان عاطية لا جبار على اداؤه لاعب مفسد ومفك للهجمات ومفسد لضغط نادي الزمالك الحقيقة بيعجبني في مروان عاطية انه ما بيتفزلكش بيعجبني عليه انه ما بيتفزلكش مروان عاطية لاعب السهل الممتنع برضو بتكلم مع حضراتكم مش في دماغي مكسب او اخسارة احنا بنحلل اداء لعبة النادي الاهلي النهاردة وازاي انه هم قدروا بنسبة 70% يرجعوا لمستواهم اللي احنا عارفينه طاهر محمد طاهر اللي كان مختفي تماما طاهر محمد طاهر كان مختفي تماما 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 في الشوت الاولاني خصوصا طاهر محمد طاهر كان مختفي تماما لكن عايز اقول لحضراتكم ان طاهر محمد طاهر انا من وجهة نظري انت يعني رضا سليم رضا سليم جماعة فردت الى اوي فطاهر محمد طاهر جماعة من نوعية اللعيبة اللي مش هتديه كله مباراة يعني طاهر احنا عارفينه يبقى فيه مباراة مكسر الدنيا مباراة مكسر الدنيا تمام ويجي المباراة التانية ما تلاقهوش هو ده شخصية طاهر محمد طاهر فلازم مرسل كولر يكون عارف ان لو بدأ بطاهر اساسي وبدأ وبقى فت اوي ومتفوق اوي تعال المباراة التانية خلي طاهر بديل ما تحطوش اساسي هو ده نوعية لعبة طاهر ما بيبقاش مباراتين ورا بعد متفوق فهي كانت ربنا مساهلة معاه في مباراة سيراميقة المباراة اللي فاتت ولكن طاهر محمد طاهر من نوعية اللعيبة اللي هي ما بتبقاش فت في كل مباراة امام عشور اللي ما ظهرش ما ظهرش غير في نهاية الشروط الاولاني الحقيقة امام عشور انا ما حستش به في المباراة غير في نهاية الشروط الاولاني امام عشور مختفي تماما عليه رقابة راثيقة جدا جدا ويبصوا بقى زي ما تقولوا بيستلم الكرة بروعه على اتنين وثلاثة لانه ناعد الزمالك ولعيبة ناعد الزمالك عارفين قدرات امام عشور لو اخد فرصة للتزديد الصحيح هدف مفيش كلام في كده ومفيش غبار في كده حسين الشحات حسين الشحات اللي انا من وجهة نظري مرس الكولر يعني لازم يتكلم لازم يتكلم معاه لازم مرس الكولر يتكلم مع حسين الشحات لانه مستوى متراجع هندخلين على مباراة مفصلية مباراة بطولة تمام مباراة بطولة بالنسبة لحسين الشحات مباراة بطولة فلازم نكونوا عارفين ان حسين الشحات يا جماعة اداؤه متراجع متراجع بنسبة كبيرة جدا مش عايزين نتكلم اكتر من كده لانه ضيع هدف مؤكد ضيع هدف مؤكد لازم تكونوا عارفين كده ولازم تكونوا عارفين كده ان لازم حسين الشحاتي بعارف كده تمام طيب نيجي الوسامة ابو علي وسامة ابو علي عليه رقابة كبيرة جدا تزديدة في اخر الشوت الاولاني برضو في العرضة وتطلع برا في حظ مع نادي الزمالك اكتر من كده اربع اهداف محققة اتنين شالهم عواد واتنين شالهم العرضة مفيش بكده نادي الزمالك مالوش ولا هجمة غير الهجمة بتاعت الهدف اللي هي كانت ضربة حرة مباشرة اللي اتحسبت افسايت مالوش ولا لعبة في الشوت الاولى لنادي الزمالك تخيلوا خمسين دقيقة نادي الزمالك مالوش هجمة على مرمى النادي الاهلي غير الهدف اللي تلاغ ده يزبط لك قد ايه للاعبة النادي الاهلي مقفل اخطوطها وبتلعب باتزان دفاعي وهجومي كبير جدا تعاني اتكلم على البودلاء تعاني اتكلم على لعب واحد المفترض كان يبقى موجود اللي هو عمر الساعي عمر الساعي انت كنت شلت محمد عبدالله وحطيت عمر الساعي مكانه هو احنا يا جماعة جايبين الصفقات احنا جايبين الصفقات علشان نركنها برا احنا جايبين الصفقات علشان نركن الصفقات برا حاجة غريبة وحاجة عجيبة لازم يتكلم فيها مارسل كولر ولازم يتكلم فيها مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان ما ينفعش ما ينفعش يا جماعة ان انت تجيب صفقة واتطلحها برا الـ 18 اللاعب ده انت شاريه اذا هو افضل من اللي عندك يعني انت حط يعني انت يا راجل حاطة كريم ندفد وانطلح كريم عمر الساعي برا يا راجل حرام عليك بالعقل ما تجيب لي ناشط ضغط بقى عم كولر انت داخل على مبارات العين الاماراتي كان المفروض البطولة دي تجرب فيها صفقاتك زي ما جزيجو ميز بيعمل انا مش هتقول على حضراتكم اكتر من كده مليون مبروك للفايز وهارد لك للمهزوم ويا ريت لو كنت جديد معايا اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته